أكيد في أسلحة تانية باستخدامة فاندن بروك في طريقة لعبة أو في تشكيله الهجومي في الفريق وهو راجل له بصماته الفردية رغم تواجده في وقت قصير مع لعبي الوداد ولكن واضح أنه بصمات على مستوى اللاعبين فردياً باين بالنسبة للوداد أيوب العملود هو مفاجئة الوداد مع فاندن بروك أيوب العملود لك أن تتخيل أن ظهير أيمن في فرقة الوداد هو بالمناسبة واحد من أفضل الظهراء الموجودين داخل القارة دلوقتي أيوب العملود هو تاني أعلى اللاعبين محاولات على مرمى المنافسين في بطولة أفريقيا بعشر محاولات بعد سامبو مش ظهير المترجي ولا محمد أونجب ولا سوفيان بوهر ولا لعبة وسط الملعب هو أكتر تاني لعيب بعد سامبو هو أيوب العملود أيوب العملود لو نجيب الحالة بتاعت أيوب العملود الأدوار اللي بيعملها أيوب العملود بالدخول جوه الـ 18 أبداً أبداً لو حد مش عارف المكان الأساسي بتاع أيوب العملود يقولك إن ده لعيب ظهير أيمن الراجل طول الوقت جوه الـ 18 لما بيكون اتجاه الهجمة ناحية الشمال بيبدأ من وسط الملعب ولما الكرة بتوصل للتلت الأخير من ملعب المنافس بيبتري يتحرك هو ويدخل جوه الـ 18 أيوب العملود كريم قبل ما ييجي فاندنبروك كان عنده 3 محاولات على المرمى 4 محاولات على المرمى في مباراتي سانداونز ليه 4 محاولات على المرمى مباراتي سانداونز بس في السيمي فاينل ليه 4 محاولات على المرمى قد تقريباً نص إسهاماته في الفترة اللي قبلها كلها سواء مع جريدة أو مهد النفط في بداية الموسم فبتكلم على الدور اللي بطلبوا منه ودور مختلف تماماً رغم أن هو ظهير زيه بالضبط وواحد من أفضل الزهراء نحي تاني يحيا إعطيته الله لا يحيا إعطيته الله لدور مختلف تماماً في البلد Bureau لدور مختلف تماماً في عملية بناء لهاجمة والدخول بيعمل مسلس في وسط الملعب دايماً مع أه آه الداودي ومع يحيا جبران أو مع جلال لو التلاتة التنين من التلاتة بيقوموا حسوء تعال نشوفين حلقات يلا بينا يلا بصها كريم انت لما تيجي تتكلم هنا لا دي مش الحالة بتاعت دي الحالات بتاعت ساندونز بتاعت تمركزات الدفاعية لو نرجع تاني نرجع تاني لي التحركات بتاعت ايوب العملوت التحركات بتاعت ايوب العملوت بصها كريم دي واحدة طبعا اشهر اشهر لعبة الموسم الحالي هي رأسية التعادل وشرحناها تفصليا بتاعت ايوب العملوت في مارمى ساندونز هاتل الحالة اللي بعدها على طول الراجل دخل وسبق المدافع بسبب تحرك محمد قنجب وتسجل منها ده في التعادل بتاعت الوداد الحالة اللي بعدها على طول طيب هي دي لا دي 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 التمركزات دي التمركزات الخاطئة بتاعت نقطة الضعفة بتاعت بتاعت الوداد بس احنا اجمالا احنا اتكلمنا على الدور بتاعه عدد المحاولات على مارمى الشغل اللي بيعملو وهنا حابب اوجه الرسالة فيما يخص دور دور العملود للنادي الاهلي قبل مباراة الغد بإذن الرحمن انه مهم جدا جدا ان عملية التغطية اللي بيعملها مروان عطية تحديدا والنزول اللي بيعملو لو حمد اللي موجود او لو السلية اللي موجود ناحية الشمال ناحية علي معلول علي في اوقات كتير جدا بيدخل وده الجديد اللي بيعملو مارسي الكولر انه بيدفع بستة لاعبين بيدخل علي معلول ومحمد هاني انصيد جوه الملعب عشان يدقى المسافات وبرجع الجناحين بيرسي توح سين الشحات فدور مهم جدا ان رجوح سين الشحات لازم عشان هو يقفل الخط نزول علي معلول لازم يبقى علي معلول ومحمد عبد المنعم قريبين جدا من بعض علشان المسافة اللي بيخترق فيها دايما ايوب العملود تبقى مقفولة فالمسافة اللي بتحرك فيها حمد فاتحي هم عملين التريك بايوب العملود